اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي منذ اكثر من خمسة اشهر والتحديد منذ ان اعلنت الحكومة الحالية حكومة محمد الشياء السوداني واعلن البرلمان الحالي موافقتهم على جعل سعر صرف الدينار مقابل الدولار 1300 دينار لكل دولار منذ ذلك الوقت اكثر من خمسة اشهر مضت وسعار صرف الدولار في العراق لم تشهد استقرارا ابدا لازار سعر الصرف في الاسواق وسجل ارتفاعا كبيرا خلال اسبوع الماضي يعني سجل هم يقولون 1300 سجل 1600 1600 دينار مقابل كل دولار مقابل كل دولار نعم وبالتالي يعني المئة دولار ب160 الف دينار عراقي البنك المركزي ما يزال يبيع العملة طبعا كما تعرفون في مزاد العملة عنده نافذة اليكوترونية ونافذة مفتوحة ما عرف شنو يوميا يبيع اكثر ربما من 200 مليون دولار السؤال هنا لماذا يستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار وهذا السؤال هو المهم والناس تسأله لماذا؟ لانا لست متخصصا في هذا الموضوع لكن اقرأ تعليقات المتخصصين واعرف السوق فهم يقولون كانوا يقولون انه سعر الصرف سيستقر ويثبت على 1300 بعد اقرار الموازنة الموازنة تم اقرارها قبل اكثر من شهر لكن سعر الصرف ظل يرتفع لم يستقر لم يحصل ذلك بالعكس ازداد صرف الدولار وتحدثنا عن سعر الآن طلب محلي شديد جدا على العملة الاجنبية هذا عالي جدا والبنك المركز يبيع 200 مليون دولار يوميا من يشتري هذا الدولار؟ من تشتريه الأطراف التي لها قوة اقتصادية وسياسية وأمنية في الشارع ومن هذه هي القوة؟ لأنه الآن لا تستطيع أن تؤسس لنتكلم بشكل واضح لا نستطيع أن تؤسس شركة مستقلة بعيدة عن الميليشيات بعيدة عن الحكومة بعيدة عن أي تأثيرات خارجية تشتغل بالاقتصاد فقط بفكر اقتصادي وطني وتتاجر بشكل طبيعي وبشكل منضبط وليس فيه خداع وليس فيه أي محسوبية لهذا الطرف أو ذاك هذه غير موجودة في العراق من يتحكم بالسياسة العراقية هو من يتحكم بالاقتصاد العراقي من يتحكم بالأمنة يتحكم بكل 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 المستويات الموجودة للحياة في العراق وبالتالي الشركات والمصارف المرتبطة بالميليشيات بما أن الميليشيات هي المتحكمة بالشارع هي من أسست الحكومة هي من تحكم الشارع هي من تحكم الاقتصاد هي من تحكم سياسة الخارجية وهذه الميليشيات تابع لإيران فبالتالي هي إيران من تحكم كل هذا هي المتحكمة بالسياسة الاقتصادية العراقية وهي من تشتري الدولار وهي المستفيد النهائي من كميات الدولار التي يبيعها البنك المركزي ستسألون هل البنك المركزي يعرف هذا الحقيقة؟ نعم يعرفها جيدا لأنه ابن البلد هو يعرفها و هو مرتبط بهم و هم اللي جابوا فهو يعرف أنه هذه الشركات وهذه المصارف التي تشتري هذه العملة هي واجهات لميليشيات و القوى تابعة لإيران هو يعرف ذلك لكن هو يعني جزء من هذه اللعبة طبعا كل هذا ينعكس على أسعار السلع في الأسواق على التضخم التضخم يرتفع حجم التضخم يرتفع أسعار السلع ترتفع وهذه تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العراقي بدل ما يكون عندنا 13 مليون عراقي تحت خط الفقر وحصلون عندنا 25 مليون تحت خط الفقر وبدل ما يكون عندنا ثلاثة أربع العراقي من الفقراء يكون فقط الطبقة الميليشياوية والحاكمة هي هي الغنية وهي التي تمتلك الثروة والكل فقراء هذا واقع الحال البعض يقول لك أنه يعني هاي أمريكا فرضت حقوبات على 14 بنك جديد ومصرف وهذه قد أثرت هذه هذه لعبة ما عادت تنطلي على أحد الأمريكان يعرفون هم من جاءوا بهؤلاء وهم من شجعوهم وهم من يحموهم هم يعملون تحت مضلتهم هم يعرفون أن من أسس هذه الحكومة هي الميليشيات وأن هذه الميليشيات متحكمة بالسياسة أو الاقتصاد هي تمسك الاقتصاد هي تمسك عصب الاقتصاد تمسك المصارف تمسك البنك المركزي تمسك كل شيء والدولار بيدها وهي تعرف من البداية أمريكا أن هذا الدولار أموال العراق تذهب إلى إيران إيران محاصرة وتحتاج إلى الدولار وحتى لو لم تكن محاصرة فهي ترى أن من حقها كل اقتصاد العراق يذهب إليها الميليشيات تساعد على ذلك لأن هذه الميليشيات ولائها لإيران وليس للعراق والعراق بلد يجب أن يبقى ضعيف يجب أن تبقى فيه الفوضى يجب أن يبقى خاضعا وضعيفا ومنكسرا أمام الكل وأول هم إيران هذا واقع الحال فبالتالي ما يحدث الآن جزء من هذا المشروع مشروع الاحتلال لماذا احتلوا العراق؟ لكي يضعفوه وهذه جزء من هذه اللعبة ما يحدث اليوم جزء من هذه اللعبة هذه البنوك كلها متورطة في غسيل الأموال ومعاملات احتيال ونقل الأموال إلى إيران وكل المنافذ الحدودية تنقل الأموال إلى إيران ونشتري السلاع غالبية البضائع في السوق العراقي ونزل للسوق العراقي وتحقق من يعني منشأ هذه البضائع ستجدها كلها من إيران وحتى المناشئ الأخرى جاءت عن طريق إيران استيرادت من طريق إيران فبالتالي إيران هي المسيطرة على السوق العراقي سواء سلع بضائع خضروات كهربائية كل شيء غاز ونفط وكل شيء كل ما يدهم وكلهم يتحكمون بالتالي سعر الصرف هكذا والمواطن من يدفع الثمن يعني هذه الطبقة هذه البنوقة التي تشتري هذا الدولار وتشتريه بسعر سعر رسمي بألف وثلاثمية أو ألف ثلاثمية وعشرة ثلاثمية وعشرة من الدولة وتبيعها بالسوق بألف وستمية فشوف الفرق هذا كلها أرباح لهم إضافة إلى تهريبة إلى الخارج اختنوا أموال يعني افترضها هكذا حسبها أنت حسبها عزيز المشاهد احسب يعني كل مصرف من هذه المصارف التابعة لإيران أو هذه التابعة للميليشيات يشتري يومية عشر ملايين من هذه المئتين مليون من هذه الكتلة الكبيرة من الأموال مئتين مليون دولار يشتري عشر ملايين شوف ربحة اليوم وشقد اشقد ربحة اليومي فرق السعر بين الرسمي والسوق شوفوا اشقد الربح فقط هذه أرباحها هو يحولها إلى إيران وغيرها وبالتالي العراق لأنه ما بيهر سياسة اقتصادية لأنه سياسة عشوائية سياسة العامة عشوائية سياسة اقتصادية عشوائية سياسة الأمنية عشوائية لا خدمات لا لا إمكانيات ليس هناك لا يمكن أن تقول أن هناك دولة في العراق هذا واقع الحل ذلك المواطن من يدفع الثمن يدفعها بزيادة أسعار السلع والبضايع وغلاء المعيشة والحياة تصعب عليه يوم من بعد يوم هذه هي الخلاصة الحقيقي لهذا الموضوع ووقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر